السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع شرح الوحدة الثالثة من مقرر ميكانيكا 2 بعنوان الحركة الدورانية طيب يوضح الشكل واحد جسم جاسئ مستوى موضوع في المحور XY ويدور حول محور ثابت عمودي على المستوي XY ويمر من النقطة O نركز على حركة جسيم واحد من الجسيمات المكونة لهذا الجسم ولتكن النقطة P هذا الجسيم يتحرك على قوس طوله S يتحرك على قوس طوله S والذي يرتبط بالموضع الزاوي ثيتا من خلال العلاقة S يساوي R في ثيتا إذن طول القوس S يساوي نصف قطر الدوران R في الزاوية المقابلة لهذا القوس ثيتا نمثل موضع النقطة P باستخدام الإحداثيات القطبية R وثيتا حيث R هي المسافة بين النقطة P ونقطة الأصل وثيتا هي الزاوية النصف قطرية المقابلة للقوس S إذن هذه هي الزاوية ثيتا والتي يصنعها متجه الموضع للنقطة P مع الاتجاه الموجب للمحور X طيب إذا أردنا أن نحسب السرعة الزاوية المتوسطة فإنها تعرف بالنسبة بين الإزاحة الزاوية والفترة الزمنية دلتا تي إذن أوميغا تساوي دلتا ثيتا على دلتا تي بينما السرعة الزاوية اللحظية تعرف بنهاية النسبة دلتا ثيتا على دلتا تي عندما تأول دلتا تي إلى صفر وبالتالي سنجد أن أوميغا السرعة الزاوية اللحظية تساوي دي تيتا على دي تي مشتق تيتا يعني الموضع الزاوي تيتا بالنسبة للزمن أيضا التسارع الزاوي المتوسط يساوي ألفا يساوي دلتا أوميغا على دلتا تي علما أنه أوميغا هي السرعة الزاوية المتوسطة السرعة أوميغا هي السرعة الزاوية المتوسطة وبالنسبة للتسارع الزاوي اللحظي يساوي يعني ألفا يساوي دي أوميغا على دي تي لا ننسى أنه أوميغا هي السرعة الزاوية اللحظية التي عرفناها سابقا طيب في حالة الحركة الدورانية حول محور ثابت يعني اللي هي هذه ندرسها فإن أبسط صورة لدراسة الحركة الدورانية المتسارعة هي الحركة تحت تأثير تسارع زاوي ثابت يعني ألفا يساوي ثابت طيب الجدوى الواحد يبين المعادلات الكينيماتيكية للحركة الدورانية والخطية بتسارع ثابت بالنسبة للحركة الخطية لدينا أربعة معادلات ميكانيكية كينيماتيكية عفوا مهمة جدا وأيضا الحركة الدورانية حول محور ثابت بالنسبة للحركة الدورانية لدينا أربعة معادلات كينيماتيكية مهمة جدا ستمكننا من تحديد الزاوية التي سيدورها جسم ما حول محور ما أيضا تعطينا علاقة بين السرعة النهائية والسرعة الابتدائية أيضا بين التسارع والسرعات الابتدائية والنهائية إلى آخره إذن هي معادلات مهمة جدا جدا المعادلات الكينيماتيكية وهي التي ستمكننا من دراسة حركة جسم ما يدور حول محور ما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة